بسم الله الرحمن الرحيم لما كنا نتكلم عن اذا الواحد سافر خليج والمطلوب هناك الخطوات اللي الواحد يعمل على عشان يسافر خليج و اذا الواحد سافر اكيد الواحد يعني سافر بالطيارة ليس سافر بالعربية جهت علي جميل بيقول ان المشكلة الامارات ان هما بيطلبوا ناس ليوم خبرها داخل الامارات لتقل على خمس سنين او يكون معاه مر اي سي اس او او بي اي او بي اي ومارات مش موجودة في المصريين ويفضلوا الهنود والفليمبين علينا يعني ما تدير عشان تشغل هناك لازم تصرف لك على كورسات وشهادات مية جنيه على الاقل هو اقيد يوصد مية الف فيه كورسات وشهادات بتكلف تقريبا ربع مليون جنيه لنتيجة للعملة جنيه قدام الدولار وطبع بالنسبة لكتر هتركع عارف انه بسحيل دلوقتي طيب ناخد الموضوع واحدة واحدة عشان ايه نعرف نجواب عني المشكلة في الامارات بيطلبوا ناس لديهم خبرة داخل الامارات لتكلع خمس سنين هم بيفضلوا ليس بيطلبوا يعني هو بيفضل هو ممكن يكتب في الطلب الوظيفة انا عايزين الناس خبرة عشر سنين مثلا ويجي لواحد خمس سنين ويبورر الامارات ويقباله لان هو مرقاش حد هو بيفضل حد يكون داخل الامارات او داخل الخليج بحيث ان هو يكون متعاود ومتعاود على الحقيق ومتعاود على الحقيق ومتعاود على القوانين لو ملقاش بيدور على حد بره بره الامارات وبره الخليج ودلعه كده ان سنويا عشرات الالاف بيروح الشغله في الامارات وشغله في قطر وشغله في الكويت انا سفرت ازاي انا سفرت ما اعرفش ازاي انا كنت ببعت سبيب بتاعي وكانش في دماغ السفر بس بشوف موضوع الانترفيو دوت بشوف ايه في الانترفيو بستقله عشان احس ان انا عندي ناصف حاجة فاذكرها تمام ولما اضطرتني ظروف ان انا سفرت اول عرض جاي سفرت بالفاكرة كلها ان انت بتبعت السبيب بتاعك الشهكات كلها بس ماكنش شعكات صغيرة خالص يعني الشعكات تكون حجمها معقول والشهكات كبيرة وربنا ياسطر ان شاء الله وتزافر متقلق اشيانية اكيد هتجيلك فرصة ملازم يجب معه المهارات مش موجودة في المصريين طيب خلالنا اخذ جزء دوت كل ما تبقى عمدك مهارة كل ما بتدي لنفسك نقطة زيادة ان انت تبقى متفوق او يبقى معليك طالف الصواق تمام. زي ما قلنا كثير كلمة الامام علينا بيطالب قيمة كل مرمه يحسن فكل ما انا بتعلم حاجة كل ما بقى كويس انا لو باش معي اصرف على الحاجات ديت ممكن انا اخذ خبرة اكتر بان انا احتكب الناس بان انا اقعد اقرأ كتب ده بيديني خبرة ده بيديني المزان بتاعي ممكن اتعلم حاجات دي فيه حاجات اسمها موك او حاجات اسمها مواقع زي كورسيرا او ادكس دي مواقع بتديك التعليم حاجات دي قوي جدا وبقى فيه متحانات اونلاين وما بكلفاش حاجة يعني حتى فيه شهادة في الاخر بيقولك تعليم كله ببلاش بس لو انت عادت شهادة بيصفى مبلغ فممكن تدخل تقول له انا عايش في مصر فيروح مدارك ببلاش لان هو بعمل جزء للناس الغير قادرة فهو عارف فرق العملة فانت بتقول له انا ما اقدرش ومرتبك كذا وبيصعب عليه وممكن يديك فلوس كمان فهي الفكرة كلها ان انت تتتقن وتتعلم وتزاود نفسك في التعلم وفيش هادات ستجد نفسك ان انت فيه شهادة مثلا بربع مليون جنيه مثلا فانت ممكن بربع مليون دول تتجاوز تشراك عربية تعمل مشراك الخاص فما دعوش تسرف فلوسك على حاجة مش واسق انها ستفيدك المجرد ان انتم لفصاتر في السيفي لا حاول ان انت ممكن تشوف بديل او تشوف ان انت تاخد الكورسي ده في جامعة ببرا ممكن يكون ارخص يعني فيه جامعات في تركيا مثلا متبقى ارخص وتزاكر طول السنة اونلاين وبمجرد بس ترح تمتحن وتيجي دي حلول يعني ممكن اعمل فيديو كامل في الحلول اللي زي الواحد ياخد شهادة من الحاجات ديت بسعر يكون معقول تمام بس لو انت خدت الكورسي ده على كورسيرا ده ما بقاش زي لما بتاخده في المعهد الاصلي فلازم تكتب للامانة يعني بين كورسين ان انا خدت اونلاين او كورسيرا بحيس انه ما يقولكش انت زورت الشهادة دي ولا لا طيب بيفضل هنودو الفلبين علينا طيب بيفضل هنودو الفلبينيين بش عشان هما هنودو الفلبين واخدين لا يفضل بيض حتى نعملها ارخص كما احب صحب يفحل ارخص المدير بيقول له المرتبين طلب له اذا انا اعطى 10 الفلبينيين قالوا خاص هاتو هنودو الفلبينيين لان ارخص لو انت اديته مثلا 4000 درهم بيبقى بس ادوشه وضهر لان فرق العملة عنده هنودو بيروح ابن بيه ومبيته سنة سنة سنتين ويرجع يجب له عيزة يعني ابدأين عشان تشغل هناك لازم نصرف لك على الكورسات ورشهادات 100 ألف جنيه على الأقل حاول تتعلم سيلف استادي وانت لما تعلم سيلف استادي تتعمل حاجات قوية مثلا مثلا تعلمت مثلا برنامج معين تحط بقى في البرتفوليو تقولوا الله ده شغلي انا ما عيش هذا بس عندي شغل بتاعه واربولك اخو الشغل بتاعي شوفه لو عجبك 100 ممكن تاخد الكورسات كثيرة يعني انا كنت شغل في الشركة واتفقت مع صديق وانت علم لي ادارة المشروعات وانت علم لي برمافيرا وانا علمك مثلا البم فبدأت استفادت في حاجات دي فبدأت مثلا اكتب ان انا تعلمت كذا سيلف استادي ادارة المشروعات سيلف استادي وبرمافيرا سيلف استادي وممكن نتقامل حاجة مثلا برمافيرا وارو حط صورته عندي على البرتفوليو لو انا احس ان انا الشغل بتاعتي محتاجة برمافيرا طيب بالنسبة لكاتر حضرك عارف انه بقى مستحيل دلوقتي بس هو بالنسبة هو بشه مستحيل تمام وهي حاجة مقاطة وكلام ده نفسه في الامارات وفي غدار كترة جدا لذلك اللي معاه يقومها في اي دولة من الدول الخارجية بيحاول انها ما يبدلهاش بيحاول انها يخرج من بلد دلوقتي لان مدولة قوم بقى صعب في الفترة دي اللي بعض الجنسيات منهم المصرية فهو مش مستحيل يعني لو مشروع مهم هيقدر يصرف ويجيب الفياز بس هو صعب في الفترة حالية بالنسبة لالفايز المصرية بالنسبة لالكاتر والامارات وبعض الدول التانية برده بالسعودية موضوع صعب هيخد وقت وممكن ان يترفت دقازة مرة فهي فترة مكاتر نتمنى انها تتعدي على خير ونتمنى ان الفايز الشغل التاني ونتمنى اي حد عايز سافر لأي دولة عربية سافر ونتمنى بلادنا تبقى احسن بحيث نقدر نرجع لها ونقدر نعمارها يعني ملخص الكلام ده كله حاول تتميز نفسك حاول تشغل كويس انا كنت تشغل في مصر وبعد كنت لفرصة في قطر على مرتب قليل بس كان مرتب معقول مش وحش قوي ولا كويس قوي بس انا رأيتم سافر عليه مدون تسافرت دولة من الدول موضوعك كفالة بقيادك شوية فصعب ان انت تنقل غير لما الكافيل بتاعك يوافق فانا جات لي فرصة بدا في المرتب وانا في قطر فما اتكلمتش فيها لما جالي عرض بقى في السعودية خلاص رحت اتكلمت وولت له انا جالي عرض في السعودية وبدأ في المرتب اللي انا باخده فراح مع الدل المرتب ما كانش يتعدى المرتب غير لما جالي عرض برا البلد فهي فكرة كلها انت بعرف انت قوانين البلد اللي انت رايحها وازاي هتزيد ولو انت عاد سنة سنتين في الامارات سهل اللي جدا في الامارات بقى انها الكافلة سهل ان انت تروح قطاع اخر اتشارت في شركة ثانية بعد ما كمل السنة فا اتمنى لك التوفيق وابعت السفير بتاعك لكل الشركات في كل دول الخليج وبرى الخليج يعني فكر في اوروبا وفكر في امريكا وفكر في استراليا متعرفش ممكن تدرب معيك فا ربنا وفاك واتمنى نسمع لك كل خير اشتركوا في القناة